النهاردة لما نحب نتكلم عن منديال الأندية في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد مرسم القرعة والصخب الكبير اللي اتعامل على هامش هذه القرعة والحضور الأساطير والرموز ونجوم القرى العالمية بالإضافة إلى حضور مهم جداً لجمهور النادي الآلي الناس كتير دعوا تسألني حضور جمهوري الآلي إزاي؟ لا في اليوم ده وفي اللحظة دي كان فيه واحد من مشجع النادي الآلي صنع الحدث وعمل موقف نقدر نقول تاريخي كبير جداً لأن في ظل ما انت متواجد ب32 نادي يجي لك مشجع أهلاوي منتمي للنادي الأهلي مقيم في الولايات المتحدة الأمريكية ومعايا عالم النادي الأهلي مكتوب عليه الشعار الأساسي نادي القرن قدامكم الصورة اللي كانت لفت تنتباه كل الأوساط وكل الحاضرين لدرجة حتى أن الصفحة الرسمية للنادي الآلي خادت الصورة وكتبتها على الصفحة الرسمية أو حطتها على الصفحة الرسمية للكابتن أو الأستاذ هشام طه كبير مشجع الآلي في أمريكا جياني إنفانتينو السويسري رئيس الاتحاد الدولي ويوسف هشام طه نجل الأستاذ هشام طه الصورة دي صنعت الحدث في هذا المحفل التاريخ النهاردة لأن برنامج الترند لازم يكون معه صناع الحدث من صناع الحدث النهاردة الأستاذ هشام وابنه نجلو الكابتن يوسف اللي صنعوا الحدث والنهاردة كمان هيصنعوا الحدث معنا من خلال برنامج الترند وعبر السكايب من خلال ترند أولاين موجودين معنا على الهواء مباشرة من الولايات المتحدة الأمريكية أستاذ هشام تحياتي ليك وتحياتي أيضا ليوسف تحياتنا لحضرتك جدا كابتن محمد سعداء بوجودكم معنا النهاردة وأكيد المشهد اللي يعني رسمته في هذا اليوم والسعادة اللي كانت عنده جمهور الآلي بوجود عالم الآلي وشعار الآلي أكيد حاجة كبيرة جدا بنشكركم عليها لأن أنتوا أكيد كان عندكم فكرة مختلفة تماما عن أي مشجع لأي نادي مشارك في هذه البطولة أولا يعني أنا سعيد جدا أن أنا مع حضرتك في الوقت الله يخليك في قناة في بيتي في بيتي كعلا يعني في قناة النادي الأهلي هو بيت كل الأهلوية يعني عايز أقولك كان تفكير مختلف إحنا حبنا نفكر بتفكير شوية والحمد لله يعني ابني كمان ساعدني في ده كتير يوسف ما شاء الله طبعا يوسف هنا الحمد لله يعني هو متواصل هنا مع ناس أصدقاء لي في الفيفا وكلام من ده فجات له الفكرة أنه هو حدث عالمي زي دوت حب أن احنا نكون مشاركين فيه ونشارك فيه يعني أنه يقدم جزء بسيط جزء ولو يعني زر مش هولك واحد في المية من فضل ربنا وفضل النادي الأهلي علينا أنا عايز أقول لأحضرتك حاجة أن النادي الأهلي إحنا عشر سنوات في أمريكا هو الحاجة الوحيدة يعني ممكن تدخل السرور علينا هو الحاجة الوحيدة اللي محتضنانة في الفرح إما بيكون في مباراة للأهلي أنا عايز أقول لأحضرتك بيبقى يوم عيد في البيت عندي هنا يوسف وكل صحابنا بكله بيتجمع هنا عندنا في البيت يوم عيد حتى لو ماتش ودي للنادي الأهلي هو يوم عيد هو البسمة هنا لنا في الغربة هو الحاجة الوحيدة اللي بتفرحنا هزول أخريك لو ابني متداق أو أنا متداق شوية عادي يعني في أمور الدنيا ننزل نركب عربية ودورها وشغل أغاني النادي الأهلي أغاني الأهلي كلها عشان بتخرجني تدخلني بقى في موت سعادة تاني فالأنا عايز أقوله لك إن احنا دلق جزء صغير جدا وفضل ربنا الحمد لله ويعني كانت حاجة يعني نعبر بيها عن حبنا للكيان كان حاجة بسيطة جدا يعني طيب يوسف عايز أعرف منك أنت تواصلت مع الناس في الفيفا عرفت المكان اللي بتقام فيه القرعة دخلته إزاي ووصلته إزاي لغاية لما التقدت صور تسكرية مع جيان إمفنتينو أنت حتى خليت إمفنتينو يتكلم عربي آه طبعا إحنا في الأول خالص إحنا عارفين طبعا أن الإيفنت يكون في ميامي يعني أول ما عرفنا أن الإيفنت يكون في ميامي الحمد لله أنا تواصلت مع الناس هنا في الفيفا مع صحة صدقاء لي وعارفوا أنهم يبعتوا لي الإيفنت طبعا يعني الإنفايت وأول ما الإنفايت جي على طول بعتوا لنا الطيران بعتوا لنا سواء بعتوا لنا كل حاجة بصراحة يعني هم قاموا بكل حاجة ودخلنا بقى جوا طبعا كنا أخدين بقى كل حاجات الأهلي من ساعة من وإحنا في الطيارة وإحنا بنغني للأهلي أصلا اللي هو الناس وفي المترو وفي كل حاجة إحنا بنغني للأهلي أنا وبابا أنا من فرحاتي بوجودي في المكان دو أنا عايز أقول الحركة يمكن لسه ما ألعتش ده أنا ندخل بيها يعني فهم حركة يعني من أولا الواحد بيتشرف بيها بصراحة بيتشرف بالنادي الأهلي بجد ده بيبقى البرك كود ليك في المكان اللي أنت تدخل منه عشان يعني دوء أخدر أنك تعدي وتتواجد في المنصة وتتواجد في القاعة بالزبط كده بالزبط وبالتالي القاعة كمان فيها يعني القاعة فيها أكبر شخصيات العالم يعني فيها حضرة نجلة الرئيس الأمريكي الجديد ترامب كانت موجودة معنا كل النادي يعني أكبر شخصيات في العالم كانت متواجد رد فعلي إنفنتينو بقى لما شافكوا دخلين بعالم النادي الأهلي هو أول ما شاف عالم الأهلي أهلي أهلي كده على طول هو الله العظيم الواحد اللي هو يعني هو عارف إحنا دخلين بعالم الأهلي وهو اللي كمان يعني أول بس هو كان سعيد جدا باليوم طبعا وسعيد بالفعاليات كان سعيد جدا بالفعاليات بس عارف كل هو وكل الحضور لأن انت الحالك بتتكلم أن العالم الوحيد اللي ترفع فس 32 مظبوط يعني أنت بترفع العالم كده داخل به وطلع بالمنصة معك على انفنتينو الرجل بيستقبلك بترحاب بأحضان يعني قالنا جماعة النادي الأهلي دوت يعني تقريبا هو من أعظم أندية العالم فعلا ما أطلق على أعظم نادي في الكون دي مش من فراغ والله والله العظيم ما كانت من فراغ أكيد أكيد طيب اتفضل يوسف احكي اتفضل يوسف وإحنا دخلين بالعالم طبعا يعني أنت ماشي خفير زينتي ودلبييرو ورونالدو وأدريانا ليما أدريانا ليما هي اللي طلعت الأهلي كله بقى أول ما شاف العالم ومسكت العالم وكله تصور بي وكله اللي هو ورؤساء نادي سياتل ساوندرز طبعا كله كله كان متجنن أننا داخلين بالعالم كده فهم أنتو كمال عملتوا زيارة تانية رحتوا لملعب المباراة ملعب هارد روك اللي في مايامي في فولايت فولوريدا إيه الأسباب وشفت الملعب وأجواء الملعب وأخبار الملعب إيه والله إحنا كانت برضو الفكرة أن إحنا قلنا يعني نعمل كده زيارة دي زيارة سريعة وإن شاء الله الأسبوع الجاي إحنا عندنا طبعا الحاجات دي هنا بتصريحه كده فإحنا الحمد لله ربنا وفقنا جينا تصريح نقدر ندخل الملعب بقى جوة ونصور غرف الملابس هنصور الملعب هنصور يعني يوسف هيبقى تصوير المدرجات كل حاجة كل حاجة صغيرة كل التفاصيل صغيرة جبيرة داخل الملعب فهي الفكرة جات إن إحنا بس عايزين يعني نقدم حاجة للمشجعين إن هم هيقدروا إن شاء الله ييجوا إن هم نشجع يعني كل الناس هنا حتى في أمريكا يوسف ما شاء الله عنده يعني ناس كتير جدا جدا دلوقتي عايزة تحضر المباراة أمريكان أكيد ناس أمريكان عايزين يحضرهم هنا المباراة بأي طريقة أكيد إحنا كمال وإنتم تتكلموا معنا بنعرض لقاطات ليكو لما روحتوا الملعب اللي ستضيف لقاء الافتتاح ما بين إنتر ميامي والأهلي بإذن الله شاء الله والملعب طبعا الملعب دوت اللي حصل فيه مشاكل اليوم متش لأرجنتين وكولومبيا هو ملعب كبير جدا يتسع يعني 65 ألف متفرق هو اللي حصل فيه نهاية الكوبة أمريكا وسبحان الله الأهلي خد أحسن ملعبين في أمريكا متلايف ستيديوم في نيويورك وهاردروك ستيديوم دولة الملعبين دولة يعني من ناحية إيه من ناحية أنه هم دولة اللي بيحصل فيهم أكبر إبنت بتحصل في أمريكا هم أكبر ملعب في أمريكا يعني احنا وإحنا دخلين أصلا الملعب انت بتتوه في الملعب يعني انت مش عارف تروح فين ولا فين ولا يعني الملعب فعلا مجهزة كمان مجهزة بطريقة كمان غير طبيعية مجهزة بطريقة جميلة جدا على مستوى والناس والمنظمين فعلا على الحدث ناس ناس جميلة يعني اللي قدروا لولك ناس جميلة جدا جدا وبيبقى أجمل معرفوا أن أنت مشجع للنادي الأهل يعني وإحنا داخلين مثلا الملعب السكيوريتي وكده إيه ده هو أنت وقال جيت وانت وقال هنا لسه ست شهور لسه ست شهور وانت وقال هنا وبدوا يصورون وانت وعملين حالة جميلة بس عايز ألك برضا الحاجة مهمة جدا أنا شايف في خلفية الصورة تشيرت حسين الشحات وتشيرت ميسي من بدل محضرين لقاء الافتتاح آه ده طبعا طبعا ده في مفاجآت يعني هنعملها ان شاء الله يعني هنعمل حياة كويسة جدا أنا بقول لحرك ده تعبير صغير ما يكملش واحد في المية من حبنا اللي بيتنا لحبنا للنادي الأهل طب كويس قوي الجلال مصرية أو الجماهين المصرية الأهلوية تحديدا كمان موجودين في ميامي بعدد كويس راحين مثلا نيويورك نيجيرسي بعدد كويس ولا اقامتنا في الولايتين دول أو المدينتين دول تحديدا يساعد ان يكون عندنا جمهور كويس في المدرجات بعدد كويس ولا القصة بعيدة شوية طبيعي جدا طبيعي جدا ان ميامي ممكن الجلالية شوية مش كتير زي ما احنا متخلقين بس طبيعي جدا ان ده مباراة الافتاح طبعا ده حاجة تاريخية عدس تاريخي فانت طبيعي جدا الملعب هيتقفل ده طبيعي جدا يعني ده ده شيء يعني يعني حتى مش عايش في ميامي هو انت تلاقي من كل من كل الولايات بني ناس جاي عشان تخضر الملش ده مخصوص بس ونيورك ونيورك ونيو جيرسي بقى دول ما هتبروش ولايات امريكية دي ولايات مصرية مصرية يعني من حسن حظ الاهلي ان المباراتين في الجولة التانية والتالتة في نيو جيرسي كأنه بيلعب في بيته وكأنه بيلعب في فاتذ القاهرة الله ربنا يبشرك بالخير يا رب ان شاء الله يا رب ان شاء الله لا فعلا هم مش ولايتين يعني ولايتين أنا بقول لك بصراحة يعني ولايتين فعلا من مقرور ولايتين مصريين مصريين هناك مش عبت مصر ماشي في نيورك ونيو جيرسي يعني محطوطة في كل حتة ويعلم خسر ومصريين وبجد والله طيب ارسين فينجر الزهيرة رونالدو أبرز تعليقاتهم كانت معك وإيه طبعاً رونالدو تكلم على بالميريس وقاعد يهزر إن بالميريس ممكن يكسبنا ومش عارف إيه وإن المجموعة مش سهلة بس هو كان مبسوط طبعاً إن بالميريس هيلعب بالأهلي تاني واللي هو كلام كان جميل عن النادي الأهلي طبعاً كله كلام إن احنا أقوى فريق في أفريكيا وفي الوطن العربي وبنلعب فريق زي بالميريس مثلاً وهو طبعاً عشان رونالدو برازيلي اللي نمنا في الحتة ديت فاللي هو كان مبسوط جداً بتواجر الأهلي مع بالميريس في نفس المجموعة يعني وطبعاً أرزنفينجر يعني ده التاريخ التاريخ كله يعني لما التاريخ بيتكلم عن تاريخ أكيد أكيد كرة البطولة معاك وإعطاقت صح؟ أه أكيد دي الكرة بلا هتبقى موجودة في البطولة وكتبقى موجودة في القرعة أنا بلوك أنتم صنعتوا الحدث يعني الكرة هي قدامنا على الشاشة الكرة هتتلاح بيها البطولة يعني شايفها إيه يجي بيها جوان كتير ولا العملية تقيلة شوية؟ طبعاً يجي بيها جوان كتير جداً طبعاً خلاص عشان بيتفحوطنا كل جمال الأهلي طبعاً خلاص يا بلوقتي خلاص معروف فيها بشيء الله يعني في بيتها في بيتها إن شاء الله بإذن الله بإذن الله أستاذ إشام طه كبير مشجع لأهلي في أمريكا ويوسف أنا بشكركم جداً على هذه المداخلة بأمانة إحنا اللي بنشكركم وإحنا اللي صعداء بوجودكم وإنتوا عملتوا حالة جميلة جداً كان لازم النهاردة نتكلم عليها من خلال تريند أولاين عبر برنامج التريند كمان موجود واحد من الأهلوية الكبار جداً أستاذ ماجد مسعود موجود في الولايات المتحدة الأمريكية الفترة الجاية هتشوفوا وتسمعوا عن أهلوية كتير وأيمين بأدوار مهمة جداً لما الأهلي يسافر إن شاء الله بإذن الله ويلعب فيه شهر ستة من العام المقبل عشرين خمسة عشرين تروح المغرب تلاقي أهلوية تروح قطر تلاقي أهلوية في أي حتة في العالم هتلاقي جمهور النادي الأهلي موجود في كل مكان